نحن في رئيس سادة زت نحن نلعب اندي شو جيز بوست روكش راك أنا اسمي هاني وبالعب جيتار وبغني وأنا طريق الضطيف وبالعب بايس مصطفى فاليد بقى جيتار وبغني باكن فوكس سادة زت نحن تكوننا من 2015 تقريبا وإحنا قصلا كنا باند قبل كده اسمه إيجوز بس هو كون كوپليتل دفرنت انتتي لعبنا فور like 8 9 10 years تقريبا وبعد كده ابتدينا نتجاه اتجاه مختلف شوية بالمزيكة بتاعتنا فويدسايد ان احنا نعمل باند تاني وسمينا صدا زت وعملنا EP من أربع أغاني وبنحضر الألبيم الأولين التاني احنا اللي بنكتب الأغاني يعني الفان بيس قليل قوي يعني هو يعني شبه مش موجود يعني لو هنتكلم بجد يعني الناس أصلا اللي فهمها المزيكة دي ايه مش كتير مفيش اكسبوجور يعني ناس متعرفش متعرفش الفرق ما بين احنا بنعمل يعني احنا المزيكة دي اللي بنعملها دي بتعتبر ايه يعني ماركتينج عالس فلوس كتير جدا فهيو ده مان تنجل مضوع ماركتينج لو كل باند قدر يماركت نفسه ويقدر والناس تدي فرصة لنفسها نائية تسمع الباندات جديدة دي اتا أو تسمع فممكن ساعتها الـــــــ الاندر جنو باند زياد وللناس تسمع الـــــــ Lif兄弟 في ناس اكيد تحب الستار بتاعنا بس مش باينين فإننا لو إذن نوصل لهم هما اكيد حيلموا نفسهم أو حيجمعوا حيجمعوا ويبدأوا يسمعوا بندات الـ underground بس او مالي الموضوع عام على الماركتين لو الماركتين ما مش موجود فهيبقى صعب شوية يبقى كمان إن فيه فيه lack of awareness بالtypes of music that we play يعني which I think what Tukey was كان بيحاول يقولوا إن إحنا الفكرة إن أنواع الـ rock اللي موجودة يعني دلوقتي الموضوع كله بيتحطى تحت أمبريلة الـ rock بس لكن الموضوع هو مش بس كده والموضوع فيه sub-genres كتيرة قوي للـ rock بقى أشكال مختلفة وباندز مختلفة في العالم كله بتلعب نواة genres ده وتقريباً كل خمس سنين على قل بيبقى فيه genre جديدة بيزهر من تحت أمبريلة الـ rock فإحنا بنلعب حاجة تعتبر almost مش موجودة which is what I agree about تقريباً ما فيش باند أو يمكن باندين تلاتة ماكسمم في مصر كلها أو في الميدل إيست بيلعبوا حتة الشو جيز مش أقول البوست روك لأن البوست روك موجود الموضوع الموضوع كله مع بعض مش موجود بالضبط آه خالص فـ الصعب برضو معيش هنا هذا النواسابي بقى كحاجة واحدة بس برضو بالضبط إنه ممكن يبقى حاجة جديدة خالص وهي الفكرة إنه ده مش شائع في مصر لأنه مفيش بندات كتيرة بتلعب الموضوع ده مفيش فرق كتير بتحاول تتاكل الموضوع لأنه كله بيحاول يفعلوا فورميولة معينة اللي هي تابعوها الناس اللي قابليهم عشان يتشهروا فورميولة بتاعت السكسس وبس الواحد لو عايزي يبقى مختلف أوكي ده اللي بيبقى السكة الصعبة الطويلة اللي احنا خدناي اللي احنا خدنايها بس هي دي السكة اللي احنا بنشوفها عشان رحل علي نبقى وش عاش رحها ازاي عشان نبقى يعني اللي احب الصديقين اللي انا أقوله عشان نبقى صادقين مع نفسينا في الحاجات اللي احنا كلنا بنحب لمزيج مزيج حياتنا يعني من كلنا من وإحنا صغيرين يعني أنا مش هفتكر حتى أصلاً أنا بطريت مسكت جيتار إنت ولا مسكت بيس إنتا وإنتوا كمان برضو نفس الحكاية فده شغف ده الباشن بتاعنا فما نقدرش نكمبرميز المزيكة اللي إحنا بنلعبها بالطريقة اللي إحنا نعملها علشان نوصل يعني نوصل لشعبية أكتر بطريقة مش هنغير طبيعنا بالآخر أو طبيعتنا إحنا كالمزيكة اللي إحنا بنحبها والمزيكة اللي إحنا بنلعبها